أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وهذه حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج الوسم أهم الأخبار والتفاصيل والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم أولى فقراتنا فقرة فيس توفيس هو موضوع مهم جدا راح نتناوله ألا وهو موضوع القتل الغادر الذي تمارسه الدولة المحتلة أمريكا رغم السنوات التي عدت والانسحابات التي صدعوا رؤوسنا بها أمريكا لا تزال تقتل في العراقيين بدم بارد وآخر ضحية هي زينب زينب بنت عراقية مع والدها في منزلهم قتلت بسبب تدريب القوات الأمريكية في منطقة القوات الأمريكية تتدرب في بغداد في منطقة سكنية وتقتل العراقيين لا تزال أمريكا تمارس دورها في قتل العراقيين ونهب خيرات العراق زينب الشهيدة التي قتلت غدرا مع والدها يقال أنها كانت تساعد والدها في العمل أمام منزلهم في إحدى مناطق بغداد القريبة من مطار بغداد التي توجد به قاعدة أمريكية هذا الموضوع اللي راح نسلط عليه الضوء اليوم موضوع الشهيدة زينب زينب عصام مرات مني تصير حادثة حادثة قتل بعامد من غير عامد نشوف الدنيا كلها هذا اللي قدم تعازي هذا اللي يقولاني يستنكر هذا الحادثة لكن من أمريكا تسوي شيء ما حد يستنكر ولا حد يفتح حلقة ولا حد يحكي ولا حد يباوع والناس تسوي نفسها ما شافت الموضوع ولا تشعر بالموضوع اللي جاي يصير شيء غريب جدا في زمن مصطفى الكاظمي تركيا تقصف العراق والبلد أمريكا تقتل بالناس والله شنو تتدرب قاعدات بيها آلاف الجنود الأمريكان سفارة بيها فوق الثلاثين ألف موظف ماكوش سفارة بالعالم بالمطار لهم قاعدة بالمحافظات لهم قاعدة وين ما تروح لهم قاعدة لا ويتدربون بيها ويتدرب بيها ويقتل الأبرياء الشهيدة زينب خير مثال حق زينب إذا ما جابت الدولة خلي تلبس العبي وتقعد بالبيت وما تمارس أي دور من أدوارها بالحكم رئيس وزراء نائب وزير رئيس جمهورية أي كان منصبك إذا ما جبت حق زينب وحق العراقيين اللي يقتلون يوميا فأنت البس الشيلة لو تلبس العباية وتقعد بالبيت هوية أشرف لك الرجال تبين عند ما يصدر حدث معين يبين الرجل يبين اللي يحب العراق ويحب البلد يبين الرئيس يبين رئيس الوزراء يبين رئيس مجلس النواب يبين رئيس الجمهورية يبين هنا قوتة تبين من تصير حالة قذرة جبانة غدارة على إنسانة عراقية أمام منزلها مع والدها تقتل برصاصة من رصاصات الاحتلال الأمريكي هذا هو موضوعنا الأول اللي رح نشوفه ونتابع تفاصيله ونشوف تعليقات الناس شنو كانت طبعا هذه هي الشهيدة زينب زينب عصام واللي استشهدت برصاص أمريكا اللي مستحيل رح تطلع من البلد ما دام الناس اللي حاكموا البلد مع وجودهم محمد ديلفي يقول رصاصة من القوات الأمريكية التي تتدرب برمي الحي في قاعدة فيكتوريا تتدرب برمي الحي هاي هم كارثة تهدد الوضع يعني انت تتدرب احنا كنا نعرف اكو طلق اسمه خلب سامعين بي قبل او طلق يعني صوتي او طلق ما بي رصاص ممكن يقتل البشر انت تتدرب برصاص حي وتقتل انسانة عراقية عامر يقول هواي احداث وناس راحت ابرياء ومشيتوها شكلنا لجنة وسنعلن وتالي بقيت بالسعلام ارواح الناس عندكم رخيصة المهم عندكم المنصب وتاج الراس ابو محمد يقول نريد ناصر الغنام ينزل العلم الأمريكي ويغلق القاعدة لان حسب ما يدعونها لقضاء بغريب انه سبب الوفاة جرح بواسطة اطلاق نارية مصدرها قاعدة الاصدقاء والحلفاء القوات الامريكية اذا صح التعبير خافي الظاهر بباب المطار ويقول لازم نغلق القاعدة الايرانية بالمطار ترى ماكو قاعدة ايرانية للتوضيح فقط وسألت ابو محمد انه يريد يشوف الناس اللي منه تصير حدث لدولة والدولة معين هاي الدول اللي مثل الامريكا اللي جاي تقتل ببلده يا ابو محمد لا ناصر الغنام ولا اي واحد ممكن رح يستنكر اللي صار وانا جايب لك بعد التعليقات خلية الاعلام الامني وبيانها اللي صدى استكمل التعليقات ابو قتيبة شاكر يقول هو رمي عشوائي من مركز تدريب وفوقها قوات امريكية اللي تتدرب يعني اين من تحاكمون ما يحتاج تحقيق الخطأ من وجود مركز تدريب بين المناطق السكنية وبدون حصان للعتاد الخارج عن القاعدة وليس لديكم حرمة للإنسان العراقي الشعب يقتل بدم بارد ولا حقوق للإنسان العراقي نشكر سعيكم تعليق من علي يقول هو انتو حتى معتكم جرأة اهنا تقولون قوات امريكية تسببت بالحادث انه بتردون تفتحون التحقيق هذا التحقيق الذي نشرته خلية الإعلام الأمني والبيان قيادة عمليات بغداد تفتح تحقيقا في حادثة وفاة احدى الفتيات المرحومة زينب عصام ماجد منذ يوم ووقوعه في قضاء بغريب غرب العاصمة والتي اصيبت باطلاق نار عشوائي كمان نجهات المختصة المشرفة على مجريات سير هذا التحقيق ستعلن للرأي العام أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث 20 أيلول 2022 هذا كان بيان خلية الإعلام الأمني قيادة عمليات بغداد راح تفتح تحقيق بعد ما راحت الشهيدة زينب برصاص الغدر الأمريكي واللي لحد استنكر ولاحد نزل بيان ولاحد راح لعائلتها لا مصطفى الكاظمي لا رئيس مجلس نواب لا عضو برلأ ما حد ما حد راح ولا حد سلط الموضوع سلط الضوء على هذا الموضوع اللي هو قتل بدم بارد الله يرحم الشهيدة زينب ويصبر ذويها والدها ووالدتها اللي طلعوا بالفيديووات وهم يبتشونوا بحرقة على بتهم شابة بعمر الورد لها مستقبل ممكن تكون حالمة بعمل بجامعة بمدرسة وراها مستقبل ممكن راح تعيش وأحلام وطموحات ولكن تقتل بدم بارد والله شنو الأمريكان جاي يدربون بغداد إنال الله وإنال يراجعون هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس توفيس أما موضوعنا الثاني في هذه الفقرة وموضوع أشغل الرأي العام لأنه اعتدنا على تكرار مثل هذه المواضيع يعني الحلول الترقيعية اللي تصير بالبلد ممكن تكون بأشياء كبيرة وممكن تكون بأشياء بسيطة المشكلة الحلول الترقيعية بالأشياء البسيطة ما ترهم لأن هي هو شيء بسيط هو سندانة بدلها تجيب سندانة ثانية تضضت راحة الحلول الترقيعية اللي تصير بالبلد كارثة تبعد تبعد علي أنا حوالي خمس دقائق ماشي ساحة كهرمانة كلكم تندلوها ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة كهرمانة ولا أربعين مدر أربع أربعين حرامي والأول بلد بدمليون حرامي من السياسيين ساحة كهرمانة انتشرت صور ألها ممدودة بها بوار بلاستيك وانفضحنا بين الناس وبين الدول وبين البلد ومواقع التواصل وموجة عالية من السخرية صارت حلول ترقيعية هاي الصورة اللي ظاهرة أمامكم بالشاشة هاي بعد ما نزلت صفحة أمانة بغداد التوضيح ورفضة وهاي الصور يا لو انه بسبب حادث بس هنا قبل لا نروح للحادث خلي نشوف الصورة خلي نشوف البواري وخلي نشوف تعليقات الناس هذه الصورة التقطت والبواري ظاهرة بهذا الشكل بوري أخضر والعكس مالتي وياهن هذا اللزق ومصعد المي في 2022 في وسط بغداد في ساحة كهرمانة هاي الحلول الترقيعية اللي تقوم بيها أمانة بغداد والحكومة والفلوس اللي يتجي لأمانة بغداد بالمليارات شهرياً وسنوياً والميزانية الضخمة شفتولكم فاديوم شارع ما بيطسة ما بي نقر وحفر شفتولكم شارع نظيف شفتولكم مكان منتزه خالي من الشوائب ممكن العوائل تتنزه به شفتولكم ملامح لوجود محافظة كبيرة وعاصمة كبغداد بغداد اللي انبنت بزمن دول ما مبنية به دول ما متأسسة به إذا نحنش عن دول المنطقة ودول العالم بغداد واحدة من العواصم والمدن والمحافظات اللي انبنت بعصور سابقة شننا متقدمين على لا ما شننا متقدمين شننا احنا موجودين واك دول ماكو ما موجودة على الخارطة ما موجودة بالعالم وكانت بغداد موجودة بغداد ثم العراق هاي بغداد بالفين واثنين وعشرين بواري اللي ساحة كهرمانة والنصب العتيد اللي اللي يعرفه أغلب العراقيين ساحة كهرمانة هذا خلنشوف تعليقات الناس ماذا كانت ارشد يقول هاي امكانياتهم محتمال ما اخذينها مقاولة بمبلغ خيالي اما رافد يقول بما انه بباب الشرجي قريب على كهرمانة يعني تصطيح مال باب الشرجي عالت باب الشرجي ما يصلحون هيتش امانة يعني هلالي يقول هذا ذوق الذين لا ذوق لهم وبين قوسيا همج ديار كريم تقول خلف الله عليهم حاطين بواري خضر مو حمر امرعين التناسق والذوق العائي والله صحيح هم زين ما حطوا بواري بيض حمر صفور مقلين خضر يعني بواري بلون النصب هم زين هي صدق مراعين الذوق العام مراعينة بالمناسبة سهم حوطوا الساحة بينما يكملوها حوطوا لين انفضحوا وانا حتى صورتها بتليفوني حوطوا الساحة بسياج زين بينما تكمل عمليات الترميم ام حمد يقول مستحيل هذا اللي يفكر بهاي الخطة دارس هندسة وتصاميم طبعا مستحيل يعني ميراد الارواح القاضي هذا البيان اللي نزلتها امانة بغداد تقول اعلنت امانة بغداد بان الاعمال الخاصة بصيانة نصب كهرمانة لا تزال جارية وان الانابيب التي تم نشرها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعية لتعويض الانابيب السابقة وصيانة الجرارة التي تحطمت نتيجة الحادث الذي تعرض له النصب وذكر بيان للامانة ان النصب كهرمانة تعرض في وقت سابق لحادث بعد ارتطام احدى العجلات بالجرار وتحطيم ستة منها الى جانب تعرضه للاهتزاز واضرار بانابيب توزيع المياه فريقا فنيا من جمعية الفنانين التشكيليين ووزارة الثقافة اطلعوا على النصب كما قيم مجموعة من النحاتين تلك الاضرار وبين ان امانة بغداد تعاقدت مع الفنان والنحات العراق الكبير حميس سعيد الزبيدي رئيس فرع النحت في معحد الفنون الجميلة السابق لصيانة النصب واصلاح الاضرار وان تلك الانابيب ظهرت نتيجة ارتطام العجلة بالنصب وهي من مكونات النصب وتم استبدالها بانابيب جديدة ضمن اعمال الصيانة وستختفي تلك الانابيب بعد وضع باقي الجرار التي تضررت خل نفصل عنه ياكم الجرار وهذا السؤال فعدنا صور احنا شاهدك موجود هذه صورة للسيارة المونيكا اللي دخلت بالنصب هذه صورة اوضح للسيارة وهي يعني انصدمت بمعرف شون صعدت شكت شد تمشي يسا انا ماري داخل الدور عميد عمار بس شكت شد تمشي شون صعدت فيها وفلشتها يا اخي هي فلكة حتى مو فلكة بها الف اتجاه او اي ساحة او تقاطع انت تمشي بها القد وفاي تصاعد لاك يعني ترى كارتة والله العظيم يعني عندك سريع دولي عندك سريع عام عندك عندك شوارع ممكن تقدر تمشي بها بس هنا تمشي والطب وتفلش شعرت هذا الموضوع هذه الصورة اللي حسب ما يقال انها دمرت الجسمة لكن بالصورة الاولى اللي ظهرت بواري فوق فوق موجودة مو بجهة الحادثة واصلا الصورة التقطت من مكان اخر يعني مو يم الحادث نحاول قدر الامكان هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس توفيس موضوعنا الثالث في هذه الفقرة نخلص من عدو يجينا عدو اخر عدو قاطع علينا المياه اللي هي أساس الحياة دجلة والفرات جفت والأهوار جفت من وراه قاطع علينا المياه ويقصف بالبلد يقصف بالبلد بالمصايف يقصف بالشمال يقصف بأي نقطة يعجبة يقصف ما حد يحكيو ياه ولا حد يتكلمو ياه كيف أردو قان أردو قان اللي ما خد خاوة تحسه ما خد خاوة على السياسيين العراقيين ما خد خاوة يروح له سياسي يعدل له يا أختي يعدل له الياخة ماتة يروح له واحد يخلي ديه بجوبه يسحب بانطرونه ما خد خاوة أردو قان عادي شو يقول أردو قان يقول نحذر من تحويل أراضي العراق إلى ساحة للإرهاب أو ساحة إرهاب هذا التصريح خلين نتمع عنازين تصريح يقول أنه مريد يتحول العراق إلى أراضي لتحويل العراق إلى ساحة للإرهاب هذا الموضوع اللي يتكلم به رجل طيب أردو قان البعض فسره بأنه ممكن يريد يحتل العراق ممكن أندى أطماع ممكن بالعراق وبالبلد هذا الموضوع اللي راح نتحدث به وتصريح اللي هو ممكن صار ترند في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن راح نشوف تعليقات الناس وأيضا نسولف في موضوعنا يقول السيد نجم عبد الله قطع حصص العراق من المياه أليس عين الإرهاب؟ عين الحياة من يسمي نفسه عين الحياة رسالة منه بأنه على استعداد لاحتلال العراق بحجة حفظ الأمن القومي لتركيا والعراق ساحة للإرهاب يهدد أمن تركيا أعداد لمسرحية أخرى بأجزاء جديدة وممثلين ومخرجين جدد تصريح أردوغان هذا اللي طلع به للساحة يعني ممكن من خلاله يريد ممكن يدخل لكردستان يدخل لأي محافظة من محافظات البلد ممكن بحجة أنه بحجة أمريكا مثلا العراق بأسلحة دمار شام اللي احتل في العراق ونهبت خيراته وممكن أردوغان يدخل إلى البلد وممكن ينهب خيرات البلد من خلال الأسلحة أو الإرهاب اللي يتحدث به نور تقول ليش قطع الماء مو هذا إرهاب لو التفجير اللي يحصل بالمنطقة السياحية وراح أو ضحايا طبعا أنا أضحك على التعليقات لأنه مستحيل تلقي هيكي إنسان يتحدث بيعني ومصدق نفسه من الأخير مصدق نفسه يقول التفجير اللي حصل بالمنطقة السياحية وراح أو ضحايا أليس هذا إرهاب لو شنو أو شو حسبي الله ونعمل وكيل يا نور التفجير اللي حدث بهذا المصيف هذا كارثة حلت في البلد وما حد أخذ حقهم الناس اللي استشهدوا بهذا القصف ما حد أخذ حقهم لا رئيس وزراء لا رئيس برلمان لا رئيس جمهوري المشكلة هسه يعني كل بلد بي رئيس واحد تتناجدة لو لو تحتيو يا احنا لازم الناشد أولا رئيس جمهورية لا حل لا ربط رئيس وزراء لا حل لا ربط رئيس مجلس نواب لا حل ولا الناشد منه؟ منه رئيس بيكم الناشده مثلاً سياسي عنده سلطة القائد العام للقوات المسلحة ما كلف نفسه واشتكه يم الأمم المتحدة ولو شكوة على الحادث اللي صار في المصيف عبد القدوس يقول وضحة الصورة أمن العراق مو من مصلحتكم لله الظالمين بالمرصاد تعليق من عين الحياة يقول رسالة منه بأنه على استعداد الاحتلال العراق بحجة حفظ الأمن القومي لتركيا والعراق ساحة للإرهاب طبعاً هذا نفس التعليق أعتقد أن عاد على العموم هذا كان موضوع موضوعنا الثالث اللي هو موضوع أردوغان وموضوع تصريحاً اللي خرج به لوسائل الإعلام اللي يقول من خلاله أنه من اسمح أنت شنو ما تسمح أنت شعليك بس أنت ما عليك حتى بذا هم السياسيين سياسين بلدنا راضين وقانعين وهذا يصرح في كيفه فأنت لا أتبع لي وأنا قلتها وقولها مستقبلاً أقطع النمبر وان النستلة اللي تستوردها من تركيا راح يجوك يتوستون بيك وتتبحو له في الماء لا غير موضوعنا الرابع والأخير في فقرة فيس توفيس بكل بلد بالعالم بكل بلد بالعالم أنت تلقي وسائل نقل متعددة بعيداً عن الجو تلقي بالقاع بالأرض تلقي سيارات قطارات تلقي مترو تلقي هواية أمور ممكن تساعدك للنقل قبل قبل كان عندنا قطارات تنقل بي هسب ما عارف يمكن حتى ما حد يصعد هه لو بس محافظات ما ينصعد يعني المهم بس من أنت تجي وتصرح لتصريح وتخلي الدنيا تشتعل والله والله وراح أسوي هذا ما لها داعي يعني مثلاً الشركة العامة لسكك العراق طلعت التصريح يجبر الواحد على الحشي ويجبر الواحد أنه يحتي عليهم ويتلفظ بكلامه يعني ممكن تقول قطار بغداد المعلق سيربط الرصافة بالكرخ ذهاباً وإياباً وسيكون مشابه لقطار دبي هو أنت لك أنت دبي بالخمسة واثمانين كان الصحراء قاحلة وبغداد كانت وحدة من أفضل المدن تقدم أنت خليت دبي تقبر علينا وهسا تجي تريد الشاب هنا نقول إن شاء الله نصير قطار مثل دبي زين تضحك علينا لو تضحك على الناس لو تضحك على نفسك أنت جاي تقارل إحنا بعد ألف سنة ما نوصل إلى دبي مع العلم إحنا كنا أفضل منهم وعابرهم بسنوات ضوئية بس أنت لا تجينا هسا بل 2022 وتصرح للتصريح مرة يطلع لي واحد يقول لي شين دبي هي شين دبي زرق ورق مرة يطلع لي واحد يقول لي والله راح نسوي قطار بغداد المعلق مشابه هس أصفوا على رأي دبي زرق ورق لو نسوي قطار بغداد مثل دبي حتى وحد يفتهم أصفونا على تصريح معين لا يومية واحدكم طال عنا بتصريحه وملينا من هاي الكلام ملينا من هذا الحشي اللي تصفطون بي تصفطون بي والله راح نسوي قطار بغداد مثل قطار دبي ويربط الكرخ انت تدري عالست شمال قطار السيارات توقف وما يهم هاي القطار يجي له لا انت تدري جوابه مال أغنام الصر عالست شمال قطار النوب معلق واحد سيقول قطار معلق هشوف التعليقات شنو كان ردفع للناس حول هذا الموضوع طبعا الشركة العامة تقول قطار بغداد المعلق سيربط الرصافو بالكرخ ذهابا وإيابا وسيكون مشابه لقطار دبي اي مشابه يعني هو هو الحاجي مو بفلوس الحاجي بلاش عاد طبيعي حيدر يقول سمعنا بي أكثر من ما مشتغل ايو الله صديق سمعنا بي أكثر من ما مشتغلين بي يعني من الأخير أمير يقول ترى الشخص اللي كتب خبر قطار بغداد وبعد ما خلص من كتابته ونقل الخبر وقع من التشربايا وفز من النوم يصدق بالحلم أحمد يقول أحمد يقول يا عاش تيتكم بس فقرة مثل دبي زايدة لا مو زايدة يا الفقرة اللي اللي تخليك تتهمل عود عبا أمي أنا رح نتأمل إحنا ورح تسعونا مثل دبي عافية صفق لكم أحمد يقول كل ثلاثة أشهر يطلع مسؤول يصرح تصريحي الشكشك عمي ما نريد قطار الكلاوات هذا إيش كل تعرف أنه خدمة المواطن مو ضمن أجنداتكم لهذا كافي تصريحات تافهة مر القطار سريع كلش ومر القطار بكافترية بيعلبلبي ومر القطار رح يربط بين الرصافة والكرخ ليش القطار شنو شغل ينقل حصم من النباعي للموصل طبعا لازم يربط بين أنحاء بغداد وين الجديد ماكو جديد لهذا تطلعون بتصريحات التخدير منتهية الصلاحية مثلش كلكم ألف رحمة على والديك يا أحمد النأمي ألف رحمة على والديك على هذا التعليق برغام الرشيد يقول خوية سووا مجاري أول شي وبعدين جنبز العاصمة براحتكم جنبز يعني زورق العاصمة براحتكم هذا كان آخر تعليق في آخر موضوع عندنا في فقرة فيسو فيس اليوم موضوع قطار بغداد اللي يشبه دبي قطار دبي المعلق حسب تصريح الشركة العامة للسكة مشاهدين الكرام فاصل قصر وفقرة ترند تيوب خليكم ويانا لحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهده الكرام أهلا وسلم بكم في فقرة ترند تيوب أول فيديو عندنا في هذه الفقرة هو فيديو دائما يصير فلول داعش الإرهابية في تلال الحمرين وجبال الحمرين دائما يقصفون من قبل القوة الجوية وطيران الجيش خليشوف الفيديو اللي انتشار بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما تشوفون هذا الفيديو اللي ظهر أمامكم هو قصف لفلول داعش الإرهابي اللي بعدهم خاتلين بالزواغير ماكو كل ما يلاقي لزاغور وأكثر ما يتواجدون بتلال الحمرين هاي المنطقة اللي طبعا نحن نحيي قواتنا الأمنية على قصف هاي الفلول القذرة اللي شارده وخاتله بهذا المكان بس هاي المنطقة لحد الآن ما انتهت من وجود داعش الإرهابي هاي المنطقة آخر من استشهد بيها هو العقيد ياسر الجوراني على ما اعتقد هو واصدقائه اللي رايحين برحلة صيد أو رحلة برية وألقوا القبض عليهم وقتلوهم هذا القصف دائمي بشكل دائم يكون بعد تتبع هذول الإرهابيين ودائما ما يكون القصف موجود احنا نظهر هذا الشيء للناس لأنه هذا يعطي دافع معنوي كبير للشعب للقوات الأمنية للناس لأهالي الشهداء اللي ينغدروا بهذه المناطق أنه حق أولادكم جاي تجيب زلم اسباع وجاي تقصف هذولة الإرهابيين اللي صاره وطشاره مثل ما تشوفون بي طبعا تزديده موفقه جدا خلينشوف تعليقات الناس ماذا كانت حول هذا الفيديو شي ما تقول كفوا منكم يا أبطال الله يحفظكم ويسدد خطاكم حارث يقول الله محفظ بلدي العراق من كل سوء الله محفظ قواتنا الأمنية البطلة والحجد الشعبي البحر الهادي البياتي من يسمي نفسه هكذا يقول كفوا من الأبطال النشامة الله كفوا منك زيدي يقول تحية حب واعتزاز إلى القوات الأمنية وجميع الصنوف مرتضي يقول دمتم بخير وسلامة ونصر دائما أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وكل قواتنا الأمنية البطلة طبعا كل الشكر والتقدير لقواتنا الأمنية البطلة وكل صنوف الجيش والشرطة والحجد الشعبي اللي دائما ما يكونون خير سند لهذا البلد من أي اعتداء إرهابي غاشم وجبان يحدث على أي مواطن عراقي بريء هذا كان الفيديو الأول عندنا في فقرة تريند تيوب والفيديو الثاني فيديو لي معنى الغيرة العراقية معنى الشهام العراقية اللي دائما ما تتجسد وتتجلب لمواقف معينة ممكن أنت تشوفها سيارة اللي صعدين بها اثنين شباب بأحد الأنهر سقطت طبعا الحمد لله على سلامتهم تشوف الشباب الشراحة ونقذوهم وطلعوا سلامات بمنظر رهيب جدا طبعا الحمد لله على سلامتهم مثل ما تشوفون نزلوا الشباب نقذوا اللي موجودين داخل السيارة وطلعوهم سلامات طبعا هذا الفيديو في كربلا هذا أحد الأنهر أو الروافض اللي موجودة في كربلا يعني طاحوا الشباب طلعوا اللي موجودين داخل السيارة ونقذوهم والحمد لله على سلامتهم وعاشت إذين الأبطال اللي نقذوهم مثل ما تشوفون طلعوا الشباب الاثنين اللي كانوا داخل السيارة واخذوهم على ضفة النهر وطلعوا سلامات الفيديو انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قلت لكم فيديو يجسد معنى الغيرة العراقية معنى الشهامة والشجاعة اللي موجودة دائما بمواقف معينة ممكن انت تشوفها تشوف الناس تشوف العراقيين يروح صر حادث يصر حالة غرق ما عرف شنو لا ينتظر شرطة لا ينتظر اسعاف لا ينتظر شيء يقول لك انا اقدر اللي اقدر اسوي اسوي يروح كل ما اتيه من قوة مثل ما تشوفون الحمد لله على سلامتهم جميعا وان شاء الله يعني يطلعون سالمين غالمين من هذا الحادث خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو مهندس قاسم صادق يقول اهل الغيرة والنخوة والشجاعة اما سيد قاسم العرداوي يقول بارك الله بكم حق يقول مو شي غريب على العراقيين غيرة ونخوة وشجاعة وكرم طبعا مو شي غريب ام مش مش ام مش مش يم دلعب انها مش مش تقول ماكو شي سلامات اهم شي طلعوا سالمين غانمين يمنى هذا الحادث عمين سالمين غانمين وانش تيدش فرحتين طبعا هنا شفتناهم طلعوا بالفيديو بسلامات ندا تقول الله يحفظ شباب العراق ويستر عليهم ويحفظهم من كل مكروه محمد يقول عافية بالعراقيين اسباع والله للغيرة بارك الله بكم هذا كان الفيديو الثاني اللي عدنا في فقرة الترند تيوب الف سلامة للي ظهروا بهذا الفيديو وعاش تدين الابطال اللي نقذوا الناس اللي سفقت سيارتهم بالنهار الفيديو الثالث يعني فيديو غريب باليمن انت جاي تشوف سيل جارت تيجي انت وسيارتك وبها عائلة وتروح فيديو غريب جدا خلينا نشوفوا الفيديو ليش انت جاي تشوف سيل جارت وسيول جارت والسيارة ليمك واقف وجاي يصور ومطلع تليفون واللي بذيت الجهة بأمان واللي بهذا الجهة بأمان فليش جيت وطبعت ورحم يعني ما لها علاقة ما لها داعي وانت حسب ما يصور ابو الفيديو يحكي يقول عائلة موجودة بهذا بهاي السيارة يعني انت عائلتك ما لها داعي انت تجي بهاي السرعة وتروح تريد تسوقي مثلا سيارتك دفع رباعي فورويل تشوف الناس كلها واقف اهنا واقف وذاك واقف انت جيت وفتت ليش يعني فيديو غريب جدا شوف تصرف البشر بلحظات بأجزامنا الثانية ممكن يتخذ قرار يؤدي الى فقدان حياته وحياته اللي وياه بالسيارة حس اتمنى انه يكونون سالمين غالمين ما بيهم شي ما صعبهم ضرر بس ما لها داعي ما لها داعي كل هاي السرعة تجي بيها اللي من هاي الجها واقف و جاي يصور و اللي من ذي تجيها واقف و جاي يصور و جاي يشوفون شون السيل الجارف جاي جاي تجي تفوت هذا المنظر يعني معلسف يعني والله شوف شون فات راح يجيك من ناكا شف هذا واقف يصور هاي مراهي السيارة طالعة اجاك طب سيارتك ناصية سيارتك اكسنت رحت ما الهداعي شوف دولاك واقفين و هذا المنه جاي يصور دولاك واقفين تفرجون زين انت معقولة ما شفت المي اللي معقولة ما شفت اللي قدامك اللي قبلك والله ما عالب خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشار بصورة كبيرة جدا ابو يحيي يقول غلطة دفع ثمنها غاليا لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم الحذار يقي الضرر ولا يمنع القدر ربي سلم 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 سلامات تجاه تريد تقول له شنو عتب خرسان من يسمي او تسمي نفسها عتب خرسان تقول هو استهتر بحياته وحياة اهله الغلط منه عامر يقول لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم اما حسنين يقول لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم هذا تهور ادى الى كارثة تعليق من استثنائية اسمها استثنائية تقول مجازفة ومخاطرة بحياة عائلة كاملة مع الاسف الاب المفروض ما يكون متهور وبالاخص اذا وياه اطفال طبعا ما يكون المفروض ما يكون متهور لانه ايه اطفال لان هذا الشيء ممكن يؤدي بحياته وحياة عائلته للخطر اخر فيديو عدنا في فقرة تريند تيوب وبالحلقة هو فيديو باستراليا نحن فيديو مرعب رهيب حلو ما تقدر توصفه نفوق عدد كبير من الحيطان الكبيرة على الساحل عبالك متفقين كلهم ينتحرون ويموتون شيء غريب جدا خلنشوف الفيديو تحس اتفاق جماعي على الانتحار يعني فوق عدد كبير من هذه الحيطان بشكل فضيع بس ما يمزين يعني باستراليا يعني بس إذا عدت باستراليا وضجت وانتحرت لعدله تجي بشطة العرب المالح شيء يصير بيك طبعا هو البحر هم مالح بس مو مثل ملوحة شطة العرب بالخليج هذا العدد الكبير من الحيطان اللي أمامكم بالفيديو يعني تحسهم متفقين يعني جامعين من جامعين يلا ننتحر يلا 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 ننتهي من الحياة قد يكون البحر والمحيطات البشر أكذاهة بالمواد البلاستيكية بالمخلفات اللي صارت بيها فممكن هذا الشيء ما يخلي هاي الحيوانات المائية ممكن تعيش بسلام الله أعلم خلينا شوف التعليقات ماذا كانت لعل من يدلنا على السبب رائد يقول الإنسان سبب التلوث وهو السبب الرئيسي لهذه الظائرة أما طاه يقول ظاهرة جنوح الحيتان هي مو جنوح ونفوق الجنوح هو جنوح السفن ممكن تكون بالأرض أو يجب سوى ما أعتقد جنوح هو أو ممكن جنوح الخروج عن المسار لكن هي نفوق لا يوجد لها تفسير وهناك عدة نظريات منها بسبب التلوث ومنها بسبب فقدان نظام الملاحة وتأثير موجات السونات القطاعات العسكرية ومنها بسبب نقص الغذاء وغيرها من التفسيرات لكنها غير مؤكدة موجات السونات للقطاعات العسكرية هذا شيء مهم جدا أنا مرة شوفت فيلم أنه القرش أو الحوت على الموجات ممكن هو أشتدك على هذا التفسير سعد يقول قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبد كبد رطبه أجر والله لو جان حين بالعراق إلا هسا الكيلو بالفونص لكن الحمد لله جان حين بالعراق الكيلو بالفونص يعني راح يبيعون قلبهم لحمهم غير حوتوين أملي بالله تقول هذا يسمى انتحار جمائي تتفق عليه الحيوانات للتخلص من أشياء تضايقها في بيئتها والتي تكون نتيجة ملوثات البشر من القمامة والمياه الثقيلة ومخلفات المصانع سبحان الله الخالق المصور آخر تعليق من زهرة الجبال تقول أشياء بالكون هواي راح تصير القادم أروع مع تعليق زهرة الجبال نختتم حلقتنا لهذا اليوم من مواضينا مشاهدين الكرام حتى التقيكم بالحلقة القادمة ومغلكم في معلوم شكرا